ما بين قبري ومنبري روضةٌ من رياض الجنة وقد وقع هذا عندنا زمانًا يومًا كان الفقه فقهًا يوم أن حلف الرجل بالطلاق الثلاث والتحريم لزوجته ألا يلاقيها إلا في الجنة وما وجد أحدًا يفتيه فحرمت عليه زوجته إلا فقيهاً واعدًا قال له تذهب أنت وتذهب هي مع رفقةٍ مأمونة تذهب إلى الحج وتلتقي بها في الروضة الشريفة أنا ما أجد لك مكانًا فيه الجنة إلا الروضة بنص الحديث الشريف قالوا فإذا ما لاقيتها في الروضة فأنت قد لاقيتها في الجنة فكان الشرط مربوطًا بالمشروط فلا يقع الطلاق لأنك إلا قيتها في الجنة بقيت زوجةً لك وما حرمت عليك فذهب كما قيل له والتقى بزوجته في الروضة الشريفة وعاد بعد أن أكمل حجه وإياها فرجعوا إلى بلادهم في أمانٍ واطمئنان إذن هذا المكان مكانٌ ممدودٌ من الجنة الله تعالى جعل فيه النفحات وجعل فيه القبول شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة